اكد سعارة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض اكد ان اعتزاز جلالة الملك المفدى وتثبين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الامامية لتصدي لفيروس كورونا يمثل دافعا قويا لمواصلة بذل جميع الجهود في مواجهة الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع جاء ذلك خلال تسليم سعادته 16 من كوادر هيئة البحرين للسياحة والمعارض وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي تنفيذا للأمر الملكي السامي في إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الامامية وأوضح سعادة الوزير أن الهيئة وبجهود مختلف كوادرها وصلت العمل حتى في أصعب الظروف الصحية على مشروعاتها الطموحة وإطلاق خطط وبرامج ومبادرات حملات لتنشيط القطاع السياحي وأطلقت برنامجا تحفيزيا لدعم شركات السياحة والسفر البحرينية ومساعدتها على توسيع أعمالها وزيادة تنافسيتها من جنيبهم عرب منتسب هيئة البحرين للسياحة والمعارض الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن بالغ الفخر بهذا التكريم رفيع المستوى مؤكدين أن حصولهم على هذا الوسام يمثل مصدر فخر واعتزاز ودافع لمواصلة العمل وخدمة الوطن والاقتصاد وقطاع السياحة